من الخرطوم انضم إلينا مراسل الغد محيد دين جبريل محيد دين يعني تفاصيل أكثر حول الوضع في بورس سودان سينار بعد أن حبس السكان المحليون أنفاسهم يوم أمس وقت الأحداث الدامية التي راح ضحيتها خمسة من مواطني مدينة بورس سودان وجرح آخرون عاد الهدوء الليلة الماضية إلى المدينة ولكن يبدو أنه هدوء كان مشوب بالحذر في ظل انتشار أمني مكثف لقوات عسكرية مختلفة معظمها من قوات الدعم السريع التي فصلت بين الأحيام السكنية التي تفصل بين المناطق التي تسكنها كل مجموعة من المجموعتين القبليتين التي اشتبكتا يوم أمس في المدينة أو على الأقل يمكن أن نقول تجدد اشتباكاتهما في المدينة حيث أحداث أمس سينار لم تكن هي الأولى بين البجاء والبن عامر في بورس سودان أو حتى في مواقع أخرى من بينها أيضا مدينة كسلم التي شهدت أحداث دائمية بين المجموعتين العام الماضية سلطات المحلية الآن بعد أن أعلنت حزمة إجراءات أمنية شددت فيها العقوبات على منتهكي هذه الإجراءات الأمنية تعمل الآن على الأقل في عقد لقاءات جانبية لتوصل لاتفاقيات على الأقل تعيد الهدوء أو الهدنة بين الطرفين في مدينة بورس سودان أيضا تعمل السلطات المحلية حاليا على منع انتشار أسباب أحداث يوم أمس إلى مواقع أخرى حيث معلوم أن البيجة والبني عامر يتشاركون السكن في عدة أنحاء من ولاية البحر الأحمر وولاية كسلم المجاورة لكن بصورة عامة يظل الوضع على حاله إلى حين إشعال آخر لطالما ظلت القوات الأمنية هي التي تستطب الأمن بين الأطراف وليس التوصل لاتفاقات على الأقل مقنعة للأطراف تقنعهم بعدم حمل السلاح الناري أو الأبيض في وجه بعض في المدينة التي تعتبر الميناء الرئيس للسودان نافذته على البحر الأحمر هذه المدينة عادة ما تتأثر فيها حركة نقل البضايا إلى الداخل السوداني كل ما تجددت الأحداث في ولاية البحر الأحمر أو كسل أو شرق السودان بصورة عامة سينار محيدين جبريل مراسل الغد من الخرطوم شكرا لك